بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في هذا العدد الجديد ابقوا معنا وتابعوه للنهاية أدل أسطورة الكرة المغربية ولا عفين ورد السابق كريم الأحمدي بتصريحات إعلامية الأحمدي تكلم عن المستوى الباهر الذي بات نادي فينورد يقدمه وربط ذلك بفشل سفقة الدول الجزئير رمز العربي زروقي حيث قال أن نادي فينورد محظوظ جدا بعد فشل سفقة انتقال زروقي ولحسن حظهم أنهم لم يجلبوه الأحمدي قال أن منح الفرصة للعب وفر صاحب المستوى الكبير حسن طريقة لعب فينورد بصورة ملفتة موقع 20 إن سايت الذي نقل تصريح قال أن إدارة فينورد لن تعود ربما لطلب زروقي في الصيف بما أنهم وجدوا ظالتهم في بديله وإدارة 20 تكون قد ضيعت على نفسها مبلغا كبيرا برفض بيع اللاعب الجزائري في اليوم الأخير للميركات الشتوي كشف موقع حسكورد العالمي الخاص بالإحصائيات عن تشكيلته الميتالية للدور الفرنسي عن الجولة المنقضية اليوم الاثنين التشكيلة ضمت لعب الخضريوس بليلي الجزائري عاد من الإصابة وظهر أساسيا بشكل مباشر ضد طروع وقدم مستوى جيد فنيا كما كان سببا مباشرا في فوز فريقه بعد أن بصم على هدف من الثنائية وإذا كان بليلي قد اختير في التشكيل الميتالي للدور الفرنسي ميقبل موقع حسكورد فإن مواطنه هشام بودوي قد اختير في تشكيل التكيب هشام حصل على تقييم جد جد عالي وصل لثمانية من عشرة بعد أن بصم على مستوى باهر في لقاء موناكو الأخير هشام وإضافة لفنيته العالية أبهر متابعي اللقاء بسيطرته الكبيرة على الوسط وعلى الكرة على العموم تألق لاعبين في الأسبوع الحالي كان كبير جدا ومن فرنسا لبلجيكا موقع فوتبال فيتسن بيلش نشر اليوم تشكيلته المثالية عن الجولة والتي ميزها تواجد لاعبين الأول هو إسلام سليماني والثاني هو عبد القهار قادري أثناء الجزائر بصم على مستوى كبير جدا وتغجدهم يبدو جد عادي إلى ذلك نشر موقع حسكورد تشكيلته المثالي للدور البلجيكي أيضا وقد اختار أيضا لاعبين الموقع العالمي السابق اختارت تنائي عبد القهار قادري وأيضا آدم زورغان أي أن تنائي الجزائري احتل مراكز الوسط الدفاعي نختم جزئية الحديث عن تألق لاعبين في هذا الأسبوع ببرحمة سعيد بصم على مستوى باهر في البريمير ليج واستطاع حجز مكان في تشكيلة الأسبوع بحسب موقع سوفا سكورد العالمي ليس سوفا سكورد وحسب موقع حسكورد كشف عشية اليوم أيضا عن تشكيلته المثالية وكشف معها عن تواجد اسم بالرحمة بالرحمة وكما أشرت في عدد أمس نال إشادة كبيرة بفضل مستوى وهو الذي بصم على تميرتين في فوز فارقه الكبير بربعية بعد أقل من أسبوعين على انتقاله للدور المجري ظهر الجزائري مهدي بوجمعة في لقاء فارقه الجديد في رانك باروس والذي واجه نادي دي بريتيني بوجمعة لعب آخر دقائق اللقاء فقط لكنه كاد يترك بصمة بعد أن اقترب من التسجيل ظهور بوجمعة يبدو مبشرا الجزائري سيطمح بدون شك لفرض نفسه والمشاركة أساسيا بشكل دائم الهدف الأساسي من ظن بوجمعة ليس الدور المحل المجري لأنه مضمون حتى قبل أن يبدأ بل المسابقة الأوروبية بوجمعة سيملك هدفا آخر وهو اللعب للخضر ولو أن الأمر يبقى صعب لأن الدور المجري بنظر بالماضي ضعيف وهو الذي ألمح لذلك حين سئل عن عيسى العيدوني الذي اختار تونس في العام الماضي لم يدرك لعب الخضر أن دي ديلور أن رحيله عن نيس ولعبه لنادي نوت سيكون بهذه الصعوبة الجزائري لم يتمكن بعد من حجز مكان أساسي دائم رغم لعبه لكثير من اللقاءات كأساسي كما أنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف بعد مرور شهر على قدومه الأمر لم يعد يطاق لأنصار نادي نوت الذين صفروا عليه لحظة خروجه في لقاء ران عشية أمس ديلور الذي ظهر متأثرا جدا بالتصفير عليه رد على أنصار ناديه في تصريحات عبر صحيفة ليكيب حيث سئل عن رأيه بخصوص صافرة الاستهجان التي لحقته وهنا رد الجزائري أنها غير مبررة ووصف الأمر بالعار ديلور برغم رفضه لما قام به أنصار ناديه إلا أنه اعتبر الأمر عادي مضيفا أنه متأكد أن كل من صفر عليه سيعود قريبا لتشجيعه والهتف باسمه وعلى صفحة جاري ديكيب دائما تكلم أنتوان كومبوري مدرب نادي نوت عن الصافرة التي تعرض لها لعبه الجزائري أنتوان كومبوري أمسك العصى من الوسط حيث أكد أن تعرض أي لعب كان لصافرة الاستهجان من أنصاره أمر عادي في كرة القدم لكن في المقابل قال أنه ضدها وأن ثقته في أندي ديلور كبيرة وكبيرة جدا لن يكون بمقدور الجزائري حسام عوار التواجد في ورقة لقاء فريقه الليون والذي سيواجه غدا نادي جرونوبل ضمن ربع نهائي كأس فرنسا غيابات عوار متتالية منذ فترة طويلة والأسباب متعددة السبب الجديد المعلن عنه هو الزكام تقارير فرنسية قالت اليوم أن حسام يعاني من نزلة برد حادة ولن يكون قادرا على الظهور مع بقية زملائي غدا ولم يعد سرا أن إدارة ليون بقيادة الرئيس جون ميشيلولاس تحاول إبعاد عوار قصريا حيث تتعدد الأسباب في كل مرة عن سبب غيابه ولو أن السبب الأوضح هو المشاكل التي يعاني منها بسبب عدم التجديد تمكن الدول الجزائري ولعب أندرلاخت إسلام سليماني من ترك الأثر الأكبر منذ وصوله للدور البلجيكي وذلك بتوقعه تنائي في لقاء ستاندارد دولياج الذي أقيم سارة أمس سليماني قدم ربما المستوى الأعلى له منذ بداية الموسم حيث لم يكتفي فقط بالتسجيل بل كان وراء العديد من الكرات وتحرك بقوة في أرجاء الملعب وقبل الانطلاق في رصد ردود الأفعال بخصوص مستوه الكبير نشير إلى أن سليماني وبهدفه ضد ستاندارد دولياج وصل لعتبة المائة هدف في أوروبا مائة وهدف بالضبط سليماني يكون قد حقق رقما إعجازيا بوصوله لهذه الدرجة ويكفي أن نشير إلى أن لاعبين فقط من خريجي البطولة الوطنية نجع في ذلك وهما الأسطورة رابح ماجر والدولي السابقة إلى العربي السوداني وعطفا على مستوى وثنائيته الأكثر من مهمة نال الجزائري إشادة كبيرة وكبيرة جدا من إعلام بلجيك على وجه العموم وإعلام اندرلاخت على وجه الخصوص إعلام النادي احتفل بسليماني لدرجة المبالغة وقال أنه أسطورة حية ويجب أن يستفيد منه الفريق عن مصادر البلجيكية قالت أن مستوى اندرلاخت منذ وصل سليماني تحسن كثيرا وعلى المدرب واللاعبين الاستفادة من ذلك إشادة تأتي مناقضة لما حدث حين توقع سليماني لأول مرة حيث تم انتقاد الصفقة بصورة كبيرة وكبيرة جدا وبصورة منتظر نال الجزائري لقبا شرفيا وهو جائزة رجل اللقاء الجزائري حصل على نفس الجائزة بحسب كثير من المصادر لكن الأهم وسطها كلها الجائزة الرسمية المقدمة عفوا من الاتعاد البلجيكي اختيار سليماني أحسن لاعب في اللقاء إضافة إلى تعثيره الكبير دفع بالمختصين لاختياره الأحسن في الجولة ككل حيث كشف صباحا حيث كشف صباحا اليوم عن التشكيل المثالي للدور البلجيكي والتي تزينت باسم الجزائري في مركز قلب الهجوم ومن عديد المصادر وإذا كان كل ما سبق جوان مضيئة فيما قدمه سليماني فإن هناك جوان مظلمة في الأمر البداية بإشارة السكوت لأنصار نادي ستوندار دولياج الصحافة البلجيكية رأت أنها لقطة غير مبررة بالمرة كما وصفت تصرفه بالقبيح الجانب السيء الآخر في لقاء ستوندار فيما تعلق بسليماني هو الاحتجاج والاحتجاج الزائد عن اللزوم في كل مرة سليماني وبصورة غير مبررة حصل على بطاقة صفراء بعد أن احتج عن الحكم وهو ما جلب له بعض النقد عجزائري لم يكتفي بذلك بل احتج مرات كثيرة طلة اللقاء لكن ولو حسن حظه فقد تجنب البطاقة الصفراء الثانية والتي كانت ستفسد ليلته بأتم معنى الكلمة شاهدوا هنا الصحيفة البلجيكية تضع أحوال سليماني الثلاث جيد سيء وقبيح في إشارة للفيلم الأمريكي الشهير الطيب والشرس والقبيح بعد غيابه لأربعة أشهر كاملة تأهب الدول الجزائري رشيد غزال للعودة وذلك في لقاء أنطاليا سبور الذي أقيم صارت أمس كل شيء كان جاهز وقد أعلن عن مشاركة غزال كأساسي وأيضا كقائد للفريق لكن الكل تفاجأ بغيابه عن تشكيلة البداية حين صفر الحكم حتى أنه لم يتواجد حتى على دكة البدلاء الأنباء القادمة من تركيا قالت أن غزال أصيب في عملية الإحماء قبل بداية اللقاء بقليل وسيعود للغياب وهي ضربة قوية وقاسمة لمعنويات الجزائري إلى ذلك وفي وقت لاحق من اليوم الإثنين كشفت تقارير تركية عن تفاصيل إصابة الجزائري غزال سيغيب بحسب قناة TRT التركية لأسبوعين فقط والأهم من هذا أنه لا علاقة لإصابته الجديدة بالإصابة القديمة عودت غزال في وقت جد مبكر وقبل مارس جعلت آماله في ولوش تشكيلة الخضر لتربص مارس كبيرة لكن وبعد إصابته الجديدة فرصه في ظهور باتت معدومة غزال سيغيب على الأقل لأسبوعين ما يعني أن عودته للتدريبات ستكون مع بداية تربص الخضر بعد تألقه الكبير جدا في الفترة الأخيرة تحاول إدارة باري الإيطالي تجديد عقد لعبها الجزائري مهدي دوربعا وهذا خوفا من خطفه من الأندية الإيطالية الأكبر إدارة باري قدمت عرضين على الأقل لغاية الآن لكنها لم تفلح في إقناع وكيل أعماله هذا الأخير أدل بتصريحات لموقع توتو باري تكلم فيها عن التجديد وكيل دوربعا قال أنهم في محادثات متقدمة جدا مع إدارة النادي ولا توجد أي مشاكل مع الإدارة مضيفا أن العلاقة معهم ممتازة واللعب مرتاح في ناديه علاقته جيدة مع الإدارة وأيضا الأنصار وبخصوص موعد التجديد قال وكيل أعمال دوربعا أنه لا يمكن الحديث عن موعد محدد ربما يحدث ذلك في غضون أيام أو أسابيع أو ربما أشهر لكنه سيحدث في الأخير للإشارة عفوا دوربال يملك جواز صفر جزائري وأشارت بعض التقارير إلى أنه سيكون جديد قائمة المنتخب الأولمبي والتي ستكون معنية بتربص مارس الداخل إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي قد ان شاء الله السلام عليكم